لغة على كل اللغات تسود ومقامها العلياء والتمجيد لغة كتاب الله مصدر عزها فنها المفاخر والعلا والجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طلابنا الأفاضل ألتقي بكم اليوم لنكمل الحديث عما يخص باب المعاجم ونتحدث بداية عن أنواع المعاجم هناك ثلاثة أنواع من المعاجم هي معاجم الألفاظ ومعاجم الموضوعات والمعاجم المتخصصة نبدأ الحديث عن معاجم الألفاظ هي تلك المعاجم التي تعنى بمفردات لغة معينة فتشرحها وتوضح معناها وقد أسهبنا في الحديث حقيقة في المحاضرة السابقة عن هذا النوع من المعاجم وضربنا أمثلة كثيرة عنها وعن طريقة استخراجها من المعاجم يقول وقد ألف علماء العربية على مر العصور معاجم تعنى بهذا النوع من التأليف ومن أهمها معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أول معجم عربي وصل إلينا إذن أول معجم عربي من معاجم الألفاظ وصل إلينا هو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ثم تبعه العديد من المعاجم كمعجم الصحاح للجوهري وأساس البلاغة للزمخ شري ولسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز آبادي ومختار الصحاح للرازي والمعجم الوسيط لأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ننتقل الآن لنتعرف إلى طريقة البحث عن معنى كلمة في المعاجم العربية أولا يجب علينا أن نتعرف إلى أصل الكلمة وذلك بتجريدها من الزوائد التي تلحقها فالكلمات المجردة في الأسماء تكون إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية يعني أقل صورة للإسم في اللغة العربية قد يكون ثلاثي مثل قلم فلا نستطيع أن نحذف أي حرف من هذه الكلمة وتبقى الكلمة على معناها أو رباعية مثل برث فلا نستطيع أن نحذف أي حرف من هذه الكلمة وتبقى الكلمة على معناها وفرزدق فلا نستطيع أن نحذف أي حرف من هذه الكلمة ثم يبقى الاسم على معناه الأصلي هذا ما يخص الأسماء وفي الأفعال الأفعال إما أن تكون ثلاثية أو ربعية لا تكون خماسية مجرد أبدا الثلاثية مثل كتب فلا نستطيع أن نحذف أي حرف من هذه الكلمة ثم يبقى المعنى كما هو أو كلمة زلزلة فلا نستطيع أن نحذف أي حرف من هذه الكلمة ثم تبقى الكلمة على المعنى ذاته يقول وما عدا ذلك مما يلحق هذه الكلمات يعد حرفا زائدا وتصبح الكلمة مزيدة نأخذ أمثلة يقول كلمة مكتب وكاتب ومكتوب واستكتب جميعها كلمات مزيدة لماذا؟ لأن أصل الكلمة كتب فلو تأملنا كلمة مكتب لوجدنا حرف الميم حرفا زائدا نستطيع حذفه وبالتالي تبقى الكلمة كتب هي الأصل ولو تأملنا كلمة كاتب لوجدنا حرف الألف حرفا زائدا فستبقى الكلمة على كتب لو حذفناه وكذلك كلمة استكتب لو حذفنا الألف والسين والتا ستبقى كلمة كتب وهي الكلمة الأصل لهذه الكلمات المزيدة نأتي الآن إلى المثال الآخر في الأسماء كتب في الأفعال الآن نتحدث عن الأسماء فلو أخذنا كلمة أقلام أو كلمة مقلمة لوجدنا أنها زائدة عن الكلمة الأصلية التي هي قلم ولو أخذنا كلمة مدحرج تدحرج دحارج لوجدنا أنها كلمات مزيدة عن الفعل دحرج فالميم هنا زائدة والتاء هنا زائدة ودحارج الألف هنا زائدة لتبقى الكلمة على أصلها دحرج وهي أصغر صورة لهذه الكلمة وبالتالي نستطيع القول بأن الكلمات في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين كلمات مجردة وأخرى مزيدة ننتقل الآن إلى الخطوة التالية التي نستطيع من خلالها الوصول إلى الكلمة في صورتها الأصلية يقول تجريد الكلمة من الزوائد ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية الخطوة الأولى تجرد الكلمة من أحرف الزيادة مثل استغفرة تصبح غفرة وكذلك جميع الزوائد كالضمائر للتعريف وما زيد للجمع أو التثنية وغير ذلك من الزوائد مثلا كلمة استغفرة تصبح غفرة وكذلك كلمة غفران مثلا ستصبح غفرة وكذلك كلمة اغتفرة ستصبح غفرة كذلك إذن نجرد الكلمة من زوائدها حتى نصل إلى الصورة الأصلية للكلمة والتي لا نستطيع بعدها أن نحذف أي حرف منها كما هو الحال في كلمة غفرة يقول وكذلك جميع الزوائد كالضمائر والتعريف لو فرضنا مثلا أننا نكتب الآن كلمة مثلا المدرسة ما هي الزوائد في هذه الكلمة كي أصل إلى الصورة الأصلية للكلمة التي أريد لو تأملنا لوجدنا أن حرف الألف زائد واللام زائد وهي ألة تعريف بقيت الكلمة مدرسة سنجد أيضا أن الميم زائد والتاء زائدة كي نصل بعد ذلك إلى الجذر الأصلي لهذه الكلمة وهي الفعل درسة وهكذا نعمل مع جميع الكلمات المزيدة وقد تكون الكلمة مجموعة أو مثنى مثلا مدرسة قد تكون مدارس هنا مزائد في الكلمة الميم والألف وقد تكون للتثنية لو قلنا مثلا كلمة درسان نحذف الألف والنون التي هي للتثنية ليبقى معنا الكلمة في صورتها الأصلية وهي درس ننتقل الآن إلى الخطوة التالية وهي أن تعاد الأحرف الناقصة إلى الكلمة مثل قف تصبح وقفة وعد تصبح وعدة الصورة الأخيرة للكلمة تكون من ثلاثة أحرف كما ذكرنا سابقا أن الاسم في صورته الأصلية إما أن يكون ثلاثيا ثلاثة أحرف مثل قلم أو رباعيا أربعة أحرف مثل بورثن أو خماسيا خمسة أحرف مثل فرزدق والفعل يكون إما ثلاثيا مثل كتبة أو رباعيا مثل زلزلة هنا قف عبارة عن حرفين أنا لا أستطيع أن أبحث في المعجم عن هذه الكلمة لذلك نعيده إلى الماضي ليصبح وقفة هنا أستطيع البحث وكذلك كلمة عد أعيدها إلى الماضي لتصبح وعدة وهنا أستطيع البحث عن الكلمة في المعجم الخطوة التي تليها يقول يفك الحرف المشدد من الكلمة مثل شدة تصبح شددة إذن الحرف المشدد أو المضاعف كما هو الحال في حرف الدال هنا لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك فعند فك حرف الدال المشدد هنا تصبح الكلمة شددة ومثلها كلمة مد تصبح مدد إلى غير هذا من الكلمات المعروفة التي يكون فيها الشدة ثم يقول يرد الحرف المنقلب عن أصل إلى أصله كالألف التي تكون وسط الكلمة نحو قال تصبح قول وباع تصبح بيع كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ وصل عن طريق هذه الخطوات يأتي بالفعل ثم يصوغ المضارع منه ليكتشف أصل هذه الألف التي توجد في وسط الكلمة فقال عندما رددناها إلى مضارعها أصبحت يقول يقول بعد أن عرفنا أصل الألف نحذف يا المضارع ليبقى معنا الجذر الذي سنبحث من خلاله عن معناه في المعجم باع يبيع اكتشفنا أن أصل الألف هنا هو الياء ثم نحذف يا المضارع ليبقى معنا بيع صاغ يصوغ أصل الألف هو الواو ثم نحذف الياء ليبقى معنا كلمة صوغ عاب يعيب الألف هنا أصل هلياء في المضارع نحذف حرف المضارع فيبقى معنا كلمة عيب إذن سنبحث في المعجم من خلال كلمة قول بيع صوغ وكلمة عيب النقطة التي تليها يقول وأما التي يقصد الألف وأما التي في طرف الكلمة فيمكن معرفة أصلها يعني أصل هذه الألف هو أو يا من خلال الإتيان بالفعل المضارع منها بنفس الطريقة هنا نحو دعا يدعو أصل الألف واو ظهر معنا من خلال إتياننا بالمضارع من دعا بعد ذلك هل سأبحث في يدعو لا سأحذف حرف المضارع وسأبحث في دعو بكى أتى بالمضارع منه يبكي ولكن هل سأبحث في يبكي أنا عرفت الآن أن أصل الألف سأحذف حرف المضارع ثم أبحث في الكلمة بكي الطريقة التي تليها الإتيان بتاء الفاعل مع الفعل سمى سموت أتحدث عن نفسي سمى سموت الألف هنا ظهر أصلها الذي هو الواو سأحذف الحرف الذي عرفت من خلاله أصل هذه الألف ثم سأبحث في هذا الجذر سين ميم واو كذلك قضى قضى كيف سأعرف أصل الألف سأستعمل تاء الفاعل فأقول قضيت هنا عرفت أن أصل الألف هو الياء أحذف التاء ثم أبحث في قضياء تعالوا لنستعمل هذه الطريقة مع الأفعال التي مررنا بها قبل قليل وهي دعا ويدعو لو قلت هنا بدلا أن آتي بالمضارع استعملت تاء الفاعل فقلت دعوت ظهر معنى الواو كذلك بنفس الطريقة أحذف التاء وأبحث في دعو بكى لو قلت بكيت أيضا ظهر معنى اليا كحرف أصلي أحذف التاء وأبحث في الجذر باكايا أنطلق الآن إلى الطريقة التي تليها يقول الإتيان بالمصدر من الفعل على يعلو علوا يعلو ظهر معنى أصل الألف وهو الواو علوا أيضا ظهر معنى أصل الألف بعض الكلمات لا يظهر أصل الألف في مضارعه لو قلنا رقى ما مضارعه يرقى لم يظهر معنى أصل الألف فآتي بعد ذلك بالمصدر رقيا فأعرف أن أصل الألف هنا هو اليا فأبحث في راقا يا الطريقة التي تليها هو التثنية أن نثني الكلمة فنقول عصى ما مثناها عصوان طبعا كيف نعرف التثنية لبعض الكلمات التي نجد صعوبة في تثنيتها من خلال المعجم لو رجعنا لكلمة عصى في المعجم سنجد أن مثناها هو عصوان وكذلك فتى فتيان ولكن هل سأبحث في عصوان أو فتيان لا سأحذف ألف التثنية ونونها وسأحذف هنا ألف التثنية ونونها سأبحث في عين صاد ووسأبحث في فتا يقول هنا ويراعى بعد تجريد الكلمة حسب الخطوات المتبعة سابقا الترتيب الألف باء للأحرف العربية وهذا معلوم ألف با تا تا تاجم حا خا إلى آخر الحروف بحيث يبحث عن الكلمة في باب الحرف الذي تبدأ به فيبحث عن خرج في باب الخا ويبحث عن دخل في باب الدال وترتب الكلمات التي تبدأ بالحرف نفسه داخل الباب بحسب الترتيب الهجائي للحرف الثاني ثم الثالث ولو اخترنا كلمات عشوائية من باب النون مثلا فسيأتي ترتيب الكلمات بهذا الشكل لو تأملنا هنا لو وجدنا أن أول حرف في هذه الكلمات وكذلك الحرف الثاني هي متشابهة وهي حرفا النون والفا فنفحا أتت قبل نفذا لماذا؟ لأن الحا تسبق الذال في الترتيب الهجائي ونفذا أتت قبل نفس لأن الذال هي قبل السين في الترتيب الهجائي ونفسا أتت قبل نفعا لأن السين تسبق العين في الترتيب الهجائي يريد الآن أن يطبق هذا المثال وأن يهيئ الطالب لطريقة البحث الصحيحة وترتيب الكلمات في المعجم يقول جرد الكلمات الآتية التقيو التهاب استنصر إلى آخره مبينا كيفية البحث عنها في المعجم ثم رتبها حسب ورودها في المعجم التقيو جذرها أو الكلمة الأخيرة لها المجردة التي لا أستطيع أن أفكك منها أي حرف هي قياء قاف واليا والألف أين سأبحث عنها في باب القاف لأنها تبدأ بحرف القاف التهاب التهاب تجريدها يكون بلهبة أين الحروف المزيدة في التهاب هو الألف الأولى والألف الثانية والتاء كذلك فتصبح الكلمة بعد تجريدها لهبة هنا ملاحظة الألف واللام ليست زائدة لأن هذه اللام من أصل الكلمة لهبة إذن ما هي مادة الكلمة هي اللام والها والباء أين سأبحث عن هذه الكلمة في المعجم في باب اللام استنصر وكذلك استخرج واستنفر إلى غيرها من الكلمات أين الحروف الزائدة الألف والسين والتاء سيبقى معنا الكلمة بعد تجريدها كلمة نصرى نون صادرى أين سأبحث في باب النون قد يتساءل الطالب هنا ما هو هذا الترتيب لماذا بهذه الطريقة هو بهذه الطريقة لأن الباء في برامة أول كلمة ستواجهك في المعجم عند البحث من هذه الكلمات الموجودة أمامنا طب لماذا الباء هنا رقم اثنين لو تأملنا باء راء ميم وهنا باء يا نون اشتركت الكلمتان في الحرف الأول لكنهم اختلفتا في الحرف الثاني والراء تسبق الياء لذلك برام ترتيبها واحد وبين ترتيبها اثنان وهكذا بقية الكلمات في هذا الجدول يقول في هذا التمرين جرد الكلمات الآتية استمرأ زنة تفاقم استرخى مرأ زنة نأتي بالماضي من هذه الكلمة وزنة تفاقم فقم بعد تجريدها استرخى رخي بعد تجريدها وعلى الطالب أن يبحث عن هذه الكلمات في المعجم ننتقل بعد ذلك إلى معاجم الموضوعات معاجم الموضوعات هي كتب تشتمل على رسائل في موضوعات متعددة من الرسائل اللغوية التي تختص بوصف موضوع محدد فهناك رسالة في موضوع خلق الإنسان وأوصافه وأمراضه ورسالة في موضوع خلق الحيوان وأوصافه وأمراضه إلى غير ذلك وذكر أمثلة لذلك الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمذاني كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي والمخصص لابن سيدا ثم أدرج لنا المصنف هنا مثالا من كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي هذا الكتاب يتحدث عن أعضاء الجسم والفروقات في مسمياتها بين الإنسان والحيوان يقول هنا في هذا المثال جاء في كتاب الفرق في باب الأنف يقال أنف الرجل ويقال مرغم والجمع أيضا مراغم ويقال العرنين والجمع عرانين نأخذ مثالا باب الرجل من كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي يقول يقال رجل الإنسان وقدم الإنسان أي هذا العضو الذي يمشي عليه الإنسان يسمى رجلا أو قدما ويقال حافر الفرس هو الحافر الذي يقابل الرجل عند الإنسان ويقال ذلك لكل ذي حافر أي شابه الفرس ويقال خف البعير والجمع أخفاف ويقال للنعامة خف أيضا وهنا مثال آخر يقول جاء في كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأمراض في باب الجروح والقروح قال الأصمعي إذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى قيل صها يصها فإن سال منه شيء قليل قيل فص يفص وفز يفز فصيصا وفزيزا فإن سال بما فيه قيل نج نجيجا وأنشدنا السعدي فإن تك قرحة خبثت ونجت فإن الله يفعل ما يشاء وتتوالى الأمثلة في ذلك النوع الثالث أو القسم الثالث من المعاجم هي المعاجم المتخصصة وهي تلك المعاجم التي تعنى بشرح المصطلحات الخاصة بفن واحد من العلوم كالمصطلحات الخاصة باللغة والأدب أو الطبي وعلومه أو الطبيعة وظواهرها أو التقنية وعلومها وأورد أمثلة لذلك قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية للدكتور إيميل يعقوب وقاموس المصطلحات العلمية والتقنية لأحمد عودي ومعجم المصطلحات الطبية الموحد تأليف اتحاد الأطباء العرب أتيكم بأمثلة أكثر وضوحا لو ذكرنا هنا كلمة مصطلحات هنا مثلا معجم المصطلحات العلمية هذا مثاله يرقة مائية وسط مائية خلية إضافية إلى غير ذلك وقد يكون هناك أيضا قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر مثلا في اللغة تأتي ذلك أيضا المصطلحات الطبية كما نجد هنا أزمة قلبية غير سريع ارتجاج المخ حرقة في المعدة ارتفاع الضغط ارتفاع سكر الدم إلى غير ذلك وبذلك نكون قد أنجزنا باب المعاجم كاملا نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والتوفيق هذا وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر